ابراهيم الحاج نصار احد قادة الثورة الفلسطينية الكبرى عام الف وتسعمائة وستة وثلاثين ولد الحاج نصار عام الف وثمانمائة وخمسة وتسعين في بلدة عنبت قضاءة الكرم وتلقى العلم في بيروت ثم الازهر ولكن دراسته انقطعت بسبب مجريات الحرب العالمية الاولى ليلتحق بالكلية الحربية في سنبول وليعين ضابطا في الجيش التركي بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى عاد الى بلده وخدم في دائرة المعارف في فلسطين معلما ومديرا لعدة مدارس في طبرية وصفد والناصرة حتى اقالته حكومة الانتداب البريطاني بسبب نشاطه السياسي انضم ابراهيم نصار الى مؤتمر الشباب العربي وشارك في المظاهرات والمسيرات مع انطلاق الثورة الفلسطينية ضم خمسة عشر شخصا من ابناء قريته وكان على اتصال مع القائد عبد الرحيم الحاج محمد شاركت مجموعته بمعارك عنبتا وجبع وبلع الاولى والثانية وتولى بشكل شخصي في تنظيم وقيادة معركة نور الشمس تولى ابراهيم نصار شراء السلاح وارساله للمجاهدين وكان واحدا من اعضاء اللجنة المالية للثورة الذين اعتمدهم فوز القاوقجي اشتهر ابراهيم بكتابته الشعر وكان ينشر بعض قصائده في الصحف المحلية التي صدرت خلال العشرينيات والثلاثينيات حاول في العهد الاردني الالتحاق بسلك التربية والتعليم ولكنه منع من ذلك فقضى وقته في الزراعة واصلاح ذات البين حتى وفاه الاجل المحتوم في قريته عنبتا عام 1985 الثوار لا يموتون بل يخلدهم التاريخ اشتركوا في القناة